السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحباء التلاميذ قبل الاستماع إلى النص فنلاحظ الصورة المرافقة للنص فهناك أربعة صور يظهر في هذه الصور ثلاث أنواع من النمل يعني ثلاث ممالك من ممالك النمل النمل يعيش في مملكة تكون فيها ملكة النمل النوع الأول وهو النوع النمل الأحمر الذي في الصورة الأولى والنوع الثاني هو النمل الأسود والنوع الثالث هو النمل البني فكل نوع من النمل يعيش في مملكة لوحده وكثيرا ما تنشأ صراعات بين هذه الممالك فكل نوع يريد أن يسيطر على منطقته فتنشأ صراعات وحروب بين هذه الأنواع من النمل ويقتل فيها الكثير من النمل أيضا في الصورة حيوان من التذيات حيوان كبير ومعروف أنه من الحيوانات الأكلة للنمل فهو لديه خرطوم كبير يأكل بشراهة عددا كبيرا من النمل في وقت قصير هذا الحيوان فهو معروف جدا بأنه يأكل النمل بأعداد كبيرة في وقت قصير فهو من أشد أعداء الحيوانات عند النمل فهذا الحيوان استغل الصراع بين هذه الممالك المتطاحنة من النمل فنراه في الصورة الأولى هجم على مملكة النمل الأحمر والثانية على مملكة النمل البني والثالثة على مملكة النمل الأسود وفي الصورة الرابعة التي في وسط النص نلاحظ أن النمل صعد أو هجم على هذا الحيوان فذلك ذليل على أن هذا النمل اتحد وأراد أن يدافع على مملكته وسوف نتعرف على هذه الأمور في هذا النص السماعي إذن لنتهيأ للإستماع وبالتوفيق للجميع إن شاء الله تعاون مثمر تحت شجرة وارفة وسط الغابة توجد ثلاث ممالك للنمل مملكة للنمل الأسود ومملكة ثانية للنمل البني أما المملكة الثالثة فهي للنمل الأحمر كانت هذه الممالكة تعيش في عداء متواصل فكثيرا ما تنشأ بينها معارك شديدة لأن كل نوع من النمل يريد أن يثبت أنه الأقوى وكان يعيش في الغابة حيوان شرير يدعى أكل النمل يملك هذا الحيوان مخالب طويلة حادة ينبش بها الأرض وخرطوما طويلا يبحث به عن النمل هذا الحيوان الشرير شره جدا فهو يلتهم مئات النملات يوميا علم آكل النمل بأمر الممالك الثالث فسال لعابه وفي الغد ذهب إلى الشجرة التي يعيش تحتها النمل الأسود والبني والأحمر ثم بدأ ينبش التراب ويأكل ما لد وطاب له من أنواع النمل وعندما شبع قال للنمل مستهزئا أنتم غذائي وسأزوركم يوميا لأحصل على وجبة لذيذة أما النمل فقد حزن وفزع لما ينتظره من مستقبل مخيف كانت النحلة الحكيمة تراقب ما يحدث فقررت أن تقدم نصيحة للنمل قالت لهم أيها النمل أنتم تتشاجرون دوما وتتركون أنفسكم فريسة سهلة لآكل النمل النهم أنصحكم أن تبذوا خلافاتكم أنصحكم أن تنبذوا خلافاتكم وأن تتعاونوا لتصدوا هذا الخطر الرهيب ففي الاتحاد قوة ثم طارت وتركت النمل يفكر في كلماتها الحكيمة وبعد تفكير عميق رأى النمل الأسود والبني والأحمر أن النحلة على حق وفي الغد أتى آكل النمل ليأخذ وجبة شهية وسهلة واقترب من الممالك الثلاث فجأة خرجت عشر نملات من كل مملكة وأخذت تنصر التراب في عينيه فأغلقهما متألما ثم خرجت مئة نملة من كل مملكة وصعد هذا الجيش من النمل بسرعة فائقة على جسم الحيوان الضخم وتوزع بطريقة منظمة اتجه النمل الأسود إلى خرطوم آكل النمل وانتشر النمل البني على جسده أما النمل الأحمر فقد أحاط بذيله وفي وقت واحد وتناسخ مدهش قرست كل نملة الحيوان الضخم قرستا لاذعة قرست كل نملة حيوان الضخم قرستا لاذعة صرخ على إثرها من الألم ثم نفض عن جسمه النمل الذي هزمه بالاتحاد والتعاون وفر لا يلوي على شيء ولم يعد إلى ممالك النمل بعد ذلك اليوم أبدا ولم يعد إلى خرطنا اشتركوا في القناة